مرحبا و اهلا و سهلا فيكم في قناتي من جديد و مرحبا فيكم في دردشة مع فنجان اهل كالعادة جمعت لكم شوية مواضيع رح ندردش فيها اليوم بس قبل لابلش في بنات كتير سألوني عن ليش بشيل مفاتيح السيارة معي و انا بحكي و هذا هذا ريموت الكاميرا اللي بستخدمها بشغله و بطفيه من بزر هيك عن بعد ريموت كنترول للكاميرا بس اللي كتير سألوني في التعليقات ايش هذا اللي ماسكاه في ايدي و هل هو مفتاح السيارة و هذا ريموت كنترول تبع الكاميرا سبحان الله يا بنات لما يقرب شهر رمضان احنا يعني بعد عن رمضان تقريبا شهرين و اشي بس لما يقرب هلأ شهر رجب و بعدين شعبان و رمضان رح يصادف في شهر اربعة انا انا افضل الاشهر عندي في السنة هو شهر رمضان كتير بحبه كتير بيعني لي يعني هو شهر واحد بس يعني بينه وبين ربه و ما حدا يدخل غير الالفة اللي بين الناس والاصدقاء والاهل هذا يعني هو شهر مميز سبحان الله ربنا بيجيبه و بيجي معه بركة وسكينة هيك هلأ بالنسبة لشهر رمضان لما يبدأ فعلا الشهر اللي قبله شهر شعبان انا والله ببدأ اشم ريحة الاكل اشم ريحة البخور اللي بنولعه في يوم الجمعة مع صلاة الجمعة والتراويح يعني سبحان الله شهر رمضان له تقوص حلوة كتير انا للأسف يعني كل السنين اللي فاتت عمره ما ساقب شهر رمضان و انا كنت فاضية وقعدة في البيت هاي اول سنة انا تسائب انه تيجي و انا ان شاء الله شهر رمضان هذا قعدة في البيت الشهر كله شغلي ماشي الحمد لله الموظفين اللي عنا ممتازين عينا مديرة ممتازة حبوبة شاطرة تعلمت بسرعة ماسكة الشغل و انا و شريكتي في الشغل صافي الحمد لله السنة هاي عن جد رح نعود في البيت نعمل جمعات نحس بشهر رمضان نحس فيه عن جد لانه في السنين اللي فاتت هاي كلها انا يعني دوام و شغل و شغل في النهار و الواحد بيطلع و هو صايم وبيرجع تعبان يعني فما بعرف انا حاسة انه ما اعطيت شهر رمضان حق و كل سنين اللي فاتت انا ذكرياتي من شهر رمضان على ايام ما كنت في المدرسة و في الجامعة و لما ماما و بابا الله يرحمهم كانوا عايشين و العيلة و اللمة بس اللمة يعني بعد ما توفوا و انا صرت شغل و تعب الحياة و يعني بتعرفوا انتو كيف ما عمري حسيت في شهر رمضان بحاول بحاول يعني اعملي طقوس هيك بس يومي كله رايح في الشغل و بس سنة هي انا كتير مبسوطة و كتير متحمسة و كتير مستنية هالشهر هذا ان شاء الله رح يكون له طعم تاني خالص و ربنا ان شاء الله يعني يجيب عليكم رمضان كل سنة و انتو بافضل حال و احسن الوضع و في امان كلكم كلكم في الدول العربية ولا المغتربين في اي مكان طيب يا بنات بي يعني في الموضوع هذا و احنا بنحكي شهر رمضان و كيف انه صعب على الناس اللي بيكونوا بيشتغلوا بيطلعوا من بيوتهم و هم صايمين و بيرجعوا بيناموا و وقت الافطار يعني بيفطروا والسحور يعني بيكون صعب لانه تاني يوم بدهم يقوموا على الشغل انا من النوع كنت ما بتسحر بس اه على يعني على نفس المنوال هذا الحكي هذا في انا بتفرج على يوتيوبر امريكية اسمها دومنيك ساكسا اه هي اه انكر في تلفزيون هيوستن انكر يعني مذيعة و مذيعة صف اول في اه قناة قناة من قنوات المحلية في هيوستن تكسس اه دومنيك هاي اه اه سنة بتصرها سنتين هلأ السنة اللي قبل الفاتت اه قدمت استقالتها من التلفزيون وقرر وهي فاتحة قنات قناتها على اليوتيوب من سنة 2014 و ما شاء الله عندها تقريبا يمكن فوق 2 مليون مشترك في قناتها اه وقناتها للستات يعني بالذات و ما وضيعة هيك حلوة انا كتير بحبها الست هاي عمرها اه اربع وخمسين سنة اه يعني حلوة وراقية وهيك فكمان لما اعتزلت الاذاعة والتلفزيون مع انه انا كنت بشوف يعني المذيعات انه شغلهم حلو وبيروح وكل اللي عليهم انهم يلبسوا الشيك ويحطوا ميكياج ويعدوا قدام الكاميرا ويقولوا النشرة نشرة الاخبار او اللقاءات مع الضيوف يعني انا في بالي كنت حاسة انه هذا شغل حلو سهل يعني اي ست ممكن تحبوا وتكون مبسوطة فيك تصدقوا يا بنات انه دومينيك ساكسا هديك المرة كانت بتحكي بتحكي هيك يعني فيه لها فيديوهات هيك فضفضة ودردشة واسئلة هي الفيديو هدا كان اسئلة واجوبة الناس بسألوها وهي بتجاوب وبقولولها كيف حياتك يعني بعد الاستقالتك من شغلك وتفرغك تماما لليوتيوب يعني هي قاعدة في البيت وبتعمل فيديوهات لليوتيوب فقالت بدي اعترف لكم اعتراف بتقول انا كان عندي فوبيا وخوف من يوم الاحد لانه يوم الاحد هذا بيكون نهاية الويكند وبعده يوم الاتنين بداية الاسبوع وكانت يعني الخوف اللي كانت تشعر فيه يوم الاحد انه يعني خلص انتهى الويكند انتهى الفترة اللي فيها حريتها ووقتها الها لنفسها وبتقول انه من يوم الاحد من بداية يوم الاحد خلص مخها ما بيعيش اللحظة اللي هي يوم الاحد بيبدأ على طول يفكر في يوم الاتنين وايش بدها تسوي يوم الاتنين وايش الشغل والمشاكل والضغوطات اللي عندها يوم الاتنين فانا بعد ما وقفت الفيديو تبعها تفرجت عليه وخلصته هذا انا حسيت انه انا نفسها بالزبط بالزبط كان الويكند عندي يعني بداية الويكند بكون باديا منتهى الطاقة والفرحة ومبسوطة وبيدي اعمل اشياء واشياء في الويكند واخر يوم الويكند اللي هو خلص الاستعداد لبداية الاسبوع الجاي اللي هو غسيل الاواعي وغسيل الشعر وتضبيط يعني تجهيز للاسبوع الجاي كان فعلا بيبدأ قلبي ينقبض وببدأ يعني اكتئب وحتى اللي حوالي بتطلعوا فيني بقولوا لي اوه عشان يعني يوم الاثنين جاي فالكل عارف انه هالحزن هذا انه رح اترك يوم الاحد او هو اخر يوم من ايام الويكند وارجع للشغل مرة تانية ودوامة الشغل اللي انتوا عارفينها والوقت اللي كله 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 رايح هو الوقت اللي بنقضيف الشغل لثمان ساعات احنا بنرجع منتهيين خالص ما بنقدر اصلا نعمل اشي لا لنفسنا ولا لعيلتنا ولا لبيتنا ولا لأكلنا ولا لأي اشي بنكون خلص منتهيين فانا كتير يعني ما بعرف ايش بنقولها بالعربي بس كتير لما قالت انه عندي فوبيا من يوم الاحد واخدتها وقت طويل بعد ما استقالت وبدت بس خلص يعني شغلها كان على اليوتيوب وبس وما زال كانت بتقول اخدني وقت طويل انه اطلع من شغلة يوم الاحد لما يجي يوم الاحد بيبدأ قلبها ينقبض وتخاف بس بعدين تبدأ تذكر نفسها انه انا ما عندي شي انا يوم الاتنين هذا اليوم كله الي واليوم اللي بعده كله الي انا كل ايامي ويكند فانا كتير لمسني الموضوع هذا لانه انا هاي زي ما قلتلكم انا يعني شهر رمضان هذا هذا اول شهر الي رمضان اكون ان شاء الله قاعدة فيه في البيت وبدي اعمل اكتب المنيو تبع رمضان والاكلات واجهز واتفرج على فيديوهات اللي هو التجهيز لرمضان اللي كنت بتفرج عليهم بس بعدين بقول يا ربي طبعا ما عندي وقت اعمل هذا الاشي كله يعني تجهيز الصاصات وتجهيز الخلطات والاشياء عشان يكون تحضير صفرة رمضان سهلة علينا بس مستعد ان شاء الله يعني كتير متحمسة لرمضان وكلام دومينيك ساكسا على انه السيدات الموظفات كيف بيكون حالتهم النفسية يعني صعبة عن جد انا حاسة فيكم كتير هلأ بدي اسألكم يا بنات انتو بتتفرجوا على برنامج لمذيعة مصرية اسمها ريهام سعيد كان عندها برنامج اول هي كانت في قناة وبعدين صار عندها مشاكل في القناة هاي وانتقلت لقناة تانية برنامجها اول كان اسمه صبايا الخير وهلأ صار اسمه صبايا الشمس اه برنامجها كله عن اه يعني تحقيقات في جرائم مشاكل قضايا يعني حوادث هيك بتصير في مصر انا ما بعرف شو انا عندي علاقة love hate relationship مع ريهام سعيد يعني احيانا بحبها واحيانا بكرهها اه يعني هي هي اسلوبها وطريقتها كمذيعة ومحاورة اه شوي يعني مختلفة اه تعجبني احيانا اه كتير بتكون ذكية انها بتكشف الضيف اللي قدامها انه مثلا بيكذب او ما بيقوله الحقيقة بيعجبني فيها انها دايما تطلب الرأي الطرف الاخر اه يعني تسمع من الطرفين واحيانا بيكون يعني بيبين انه واحد من الطرفين بيبين انه مظلوم على الاخر لما تجيب الطرف الثاني بتبين اه قصص كتير يعني بشعة عن الطرف الاول بيعجبني كمان فيها انها اه ما بتهاده هدف الاول على فكرة ما كان بعجبني فيها ابدا ما بتتعاطف مع الضيف يعني بيكونوا حالتهم صعبة ووضعهم صعب والقضية جريمة او اشي وصعب بس هي بتكون جدا محايدة وموضوعية وهذا الصح على فكرة بس بتبين انها يعني جلفة هيك شوي واسية مع الضيوف تبعونها بس بحب بحب طريق يعني بحب بتفرج على برنامجها هذا دليل على انه يعني بحب برنامجها فبتفرج عليها اه في الاول كنت بتدايق وما بحبها بالمرة وبقلب عنها بس بعدين وعلى فكرة هي برنامجها نوعيته اه ما في مثله ما اعتقد فيه برامج بتحكي هيك عن قضايا وقضايا وبتجيب الاطراف الكلهم اللي متضررين واللي متهمين وبتحكي عن يعني انا بحب هيك اتفرج علي اشياء جرائم هيك واشي مختلف يعني فريهام سعيد ما بعرف انتو بتتفقوا معي في الرأي عنها او لا ما بعرف من القضايا الغريبة اللي قعدة هدي كل مرة وانا بتفرج علي الفيسبوك وفي قصص بتكون يعني مكتوبة هيك فقريت قصة بيقولوا انه في عروس اردنية عريسها رفض يدفع فاتورة الصالون اللي هي كانت 300 دينار اردني وراحت صاحبة الصالون او الكوافيرة اللي عملت لها المكياج وزبطت وهي رحت مسحت لها وجهها وهاي القصة وكانوا التعليقات تحت اللي بشوفها تحت القصة هاي بيقولوا انه يعني كيف الكوافيرة هيك تعمل كسرت خاطرها يعني يوم عرسها انا ما فكرت فيها من الناحية هاي بالمرة انا يعني لو انا ام البنت انا بتمنى شوفوا انه امها وابوها للعروس هاي ما يروحوها ولا يكملوا الزواج هذا ولا يروحوها مع العريس هذا ولا يروحوا على العرس هذا بالمرة لانه الكل مسك في الكوافيرة وكيف تمسح للعروسة مكياجها والعروسة بتبكي وحالتها حالها هلأ العريس العريس يعني بعرف انه 300 دينار مبلغ كبير اكيد يعني بكون وهو انصدم من المبلغ يعني بس انه كونه هو يكسر خاطرها وما يدفع المبلغ هذا وهو يعني هو هذا يوم احلى يوم عندها واليوم the big day زي ما بسموه هون اليوم الكبير يعني فالمفروض انه يكون هذا يعني اشارة مهمة كتير وواضحة جدا يعرفوا الاهل والعروس نفسها بس العروس اكيد في حالها صعبة يعني ما بتفكر بطريقة منطقية وعقلانية بس المفروض الاهل يكونوا شافوا انه العريس هذا اذا طيب يعني في يوم مثل هيك ما دبر حاله دبرها المبلغ وبعدين خلص يقولها يعاتبها بعدين هو حر بس ما يحطها في الموقف هذا فالهم يعرفوا انه كيف حياة بنتهم رح تكون بعد ما تتزوج يعني اذا كسر خاطرها في هاليوم ورديوا وكملوا العرس وودوها الو رح يدوس عليها من هاليوم هذا وطالع انا هذا اللي انا شايفاه طبعما انه بنحكي عن الاعراس والازواج كنا هديك المرة انا وصاحبتي سايقين في السيارة هي سايقة وانا قاعدة جنبها وبحكي لها بقولها كتير البنات بطلبوا مني انه اعمل فيديو عن الزوجة النرجسي يعني قاعدة انا عندي خبرة يعني رح احكي من خبرتي وكمان قاعدة بعمل بحث في الموضوع هذا كله وبحط انا رأيي في الموضوع هذا كله عشان اطلع فيديو عن الشخص النرجسي وما بدي يكون فيديو شبه اي فيديو تاني الناس اللي حكوا عن النرجسية ناس كتير فانا بدي القي الضوء على الشخص النرجسي من منظور تاني فبتقولي صاحبتي لها يعني وجهة نظر في الموضوع هذا بتقولي بتعرفي ليش صار الرجال اناني في الوقت هذا قلت لها يعني انا شايفة كتير انه فعلا الرجل مش تعمين بس اه فيه نسبة كبيرة انانيين فبتقولي لانه هلأ كل اشي بسمح لهم انهم يكونوا انانيين زمان ايام جدادنا واهلنا كان ما في مجال يعني الرجال ايش بيشتغل في الحقل مزارع يعني فهذا هو شغله اذا ما اشتغل ما اجاب فلوس وحط له متعيش في البيت لازم يشتغلوا لازم يتحمل المسئولية بشكل كامل لانه هو الوحيد اللي بقدر يطلع برة والست قعدة في البيت بتربي الولاد وهاي هي الادوار الطبيعية كانت هيك زمان هلأ اذا الرجال ما عمل اشي يعني ما طلبت منه الست انها يسوي لها شغلة وهذا رح تزهق منه رح تروح تهية تعملها لما يشوف هو انه زوجته قاعدة بتعمل الاشياء بنفسها شوي شوي بيبدأ ينسحب من ها المسئولية هاي يعني هلأ بالنسبة للأكل اول كان الاكل الست بتطبخ وبتعجن وبتخبز وبتغسل وبتعمل كل الاشياء يومها كله شغلة عشان اخر اليوم تقدر تطلع هالطبخة هاي ولما ييجوا الرجال يعني طبعا كلهم بهمهم بطنهم وبدهم ياكلوا فبييجوا عشان ياكلوا هاللقمة هاي اللي ما بتكون متوفرة لهم في غافة بيتهم هلأ اذا الست خلينا نقول زعلت حردت قالت لأ انا ما بدي اطبخ اليوم ما هو هاي وبيطلع بروح بيجيب له سندويشة من برة مئة الف مطعم بيأكل برة وخليها تضرب راسها في الحيط في البيت فهلأ الوقت بيسمح للرجال انه يكون اناني وانه يكون ما يتحمل المسئولية لانه الست يعني بدأ خلقها يديق وبدأت تعمل الاشياء بدها تنجز بدها تخلص فبدأت تعمل الاشياء بنفسها وبييجي الرجال بيلاقي كل اشي جاهز وحاضر ومعمول اله فليش يتحمل المسئولية فاعجبتني وجهة نظرها من هاي الناحية انتوا قولولي رأيكم وعن جدي بنات على نفس السيرة هاي من ناحية تانية من ناحية الزوجات هلأ يعني انا بتذكر زمان على ايام واحنا كنا صغار كتير وماما كانت ماما يعني ربت بيت كانت عمرها ما اشتغلت يعني كان ايام ايامي انا وانا صغيرة كان فيه الغسالة بيسموها نص اوتوماتيك نص اوتوماتيك يعني الغسالة بتغسل وبتعصر بتلف بتعصر نص عصرة وبعدين ماما بتطلع الغسيل وبتعصره بايدها او احيانا هيك بتجيب عصايا عشان يعني تعصر الغسيل عصر وبتطلع بتنشره برا على منشر الغسيل يعني انا بقول الستات زمان كانوا بيعملوا اشياء كتيرة يعني ما في عندهم التطور في الادوات والتكنولوجي والادوات الكهربائية اللي بتسرع عمل كل اشي في المطبخ وفي البيت والكنس وما في لك مكنسة كهربائية ولا اي اشي كان كل شي بيعملوه من الصفر من يعني بداي كل اشي بداي جدا ومع ذلك كان عندهم وقت خيطو يعدو يتزاورو الجارات مع بعض يعملو حلويات يعملو كيك يعملو يعملو ورق عنب ويعدو اعدات هيك ويطولو الجارات العيد لما يعدو اعدات ويعملو الكعك الويكند بكونوا مزطين قلو يا اما يطلعوا رحلات على البحر يا اما يطلعوا رحلات على البر يا اما يطلعوا جمعات في بيوت بعض ويسهروا ويلعبوا ويتسلوا ويتسامروا انا ما بعرف ايش صار فينا هلا احنا مع التكنولوجيا وكل اشي بنعمل يعني كل اشي بنعمل بسرعة والطبخة بتاخد منها عشر دقايب بنكون خلصنا كل اشي كل اشي جاهز كل اشي نقدر نجيبه والغسالة بتغسل لحال هل النشافة بتنشف القواكل كل شيء ومع ذلك دايما بنشكي انه ما في عنا وقت ما في عنا وقت اذا الوحدة عندها هواية بدها تمارسها ما في وقت اذا كان الوحدة بدها تطلع طلعها مرتبة هيك مع صديقات مع هادا ما في وقت يعني انا ما بعرف ايش صار في الدنيا احنا مع توفر كل وسائل الراحة النا الا انه احنا مش لقين وقت وايام زمان اهلينا كانوا بيعملوا كل اشي بياخد وقت اطول من اللي بنعملو احنا بساعات لكن في بركة في الوقت في بركة في كل اشي بيعملو يعني عايشينو فما بعرف يعني انا مش قادرة افسر هاي الشغلة وهذا كان كل اشي عندي اليوم يا بنات بعرف شوي طولت عليكم في الدردشة تبعت اليوم هاي بس عن جد انا فنجان الاهواء اللي بشربوا معكم في في اليوم هادا من الاسبوع الو طعم مختلف تماما لانه انا فنجان الاهواء هادا بشربوا كل ليلة في هلوقت هادا بس فنجان الاهواء اللي مع الدردشة معكم يعني الو مذاق خاص بتمنى تكونوا تسليتوا معي انبسطوا معي في الفيديو هذا ان شاء الله استنوني يوم التانين في فيديو جديد انا حنان ثابت بتمنى لكم دايما ابدا احلى وامتع الوقات